موسيقى هي حرب تخوضها أجهزة وزارة الداخلية لحماية البلاد من محاولة إغراقها بالمواد المخادرة تدور رحاها عبر منافذ البلاد الشرعية التي يحاول مهرب المخادرات من خلالها إدخال بضاعتهم بشتى طرق التمويهة حتى لا ترصدها الأجهزة الأمنية التي تقف لهم بالمرصاد وتكشف المخططات وتحبط محاولات الجلب كتلك المحاولة التي كان مصرحها ميناء غرب بورسعيد فقد أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخادرات وصول حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول العربية على متن مركب وجهتها ميناء دولة عربية أخرى ترانزيد بميناء غرب بورسعيد مشمولها المستندي المشروع بلاستيك بداخلها شحنة كبيرة من المواد المخادرة في اللحظة المناسبة التي اخترتها الإدارة وبالتنصق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لأمن الموانئ والسلطات الجمروقية وباستخدامها للتكنولوجيا الحديثة في كشف مخابئ المواد المخادرة انقض رجال الإدارة على الحاوية عقب تقنين الإجراءات لتفتيشها وكانت المفاجأة كميات كبيرة من مخادرين الحشيش والكبتاجون داخل كاراتين مدون عليها باللغة الإنجليزية البلد المصنع لها أصفر التفتيش عن ضبط واحد واربعين ألف ومئة وسبع طرب لمخادر الحشيش مغلفة بالقماش الأبيض ومدون عليها مركات مختلفة ومخبأة أسفل أكياس البلاستيك تازن ثمانية أطنون ومئتين وخمسة وعشرين كيلو جرام وباستمرار التفتيش تم ضبط سمانية ألاف وستة وسبعين كيس بداخلها كميات من عقار الكبتاجون المخادر مخبأة بذات الطريقة بإجمال ثمانية ملايين وستة وسبعين ألف قرص وتعكس القيمة المالية المقدرة للمواد المخادرة المضبوطة حجم وقوة الضربة التي وجهت للعناصر الإجرامية القائمة على جلب تلك الشحنة حيث قدرت بستة مائة وأحد عشر مليون وخمسمائة وعشرين ألف جنيه وتؤكد تلك الضربة الأمنية أنه لن تمر شحنات المخادرات عبر منافذنا الشرعية بأية طريقة لأية دولة ولن تدخل المخادرات إلى البلاد عبرها طالما كان لدينا مثل تلك اليقظة الأمنية والضقة في التحريات وجمع المعلومات وتتبع مصارات تهريب المواد المخادرة بكل دقة لتضاف إلى النجاحات على صعيد مجابهة جرائم جلب وتهريب المخادرات نجاحا جديدا في انتظار المزيد اشتركوا في القناة